ومن أمام المركز ينضم معنا محمد الحمد يهلا بك محمد إذن الأريكة لازالت موجودة منذ عداد التقرير حتى لانت كما تظهر في الخلفية هل يتضحت الأسباب محمد لكم تأخير في تسليم هذا المشروع كما هو واضح من اللوحة الموضوعة أيضا والظاهرة في الصورة نعم أحمد طبعا الأريكة أو بما يطلق عليه في العرف المحل الكنبة ما زالت موجودة وهذا ربما مؤشر بأن هذا المكان أصبح مكبا للنفايات وأصبح أيضا من ناحية أمنية هو أيضا ربما يعتبر خطر في المنطقة نتحدث يعني حتى الآن منذ قرابة سنتين ونصف وهذا المركز على حاله أغلق بهدف التطوير الأهالي هنا يقولون أنه لو ظل المركز كما كان ولم يطور وكان يعمل فعلا ويستقبل المرضى لكن لكان أفضل مشروع التطوير أصبح مشروع تعطيل للأسف يعني الأهالي هنا أيضا كونوا لجنة بسيطة محلية وقاموا بمتابعة هذا المركز من أجل أن يستفيد منه الجميع ثلاثين ألف من سكان هذه البلدة توجهوا إلى رئيس شبكة القطيف الصحية في بداية التعثر بداية منتصف 2019 وكانت هناك وعود بالإنجاز ولم يتم أيضا في منتصف 2021 وهذه ربما آخر مراجعة قاموا بمراجعة مدير المراكز الصحية بمحافظة القطيف وكانت هناك وعود أيضا بالإنجاز ولم تتم المركز الآن حاليا متعطل تماما لا يوجد فيه أي عمل نحن بدورنا في الإخبارية أيضا قمنا بمخاطبة تجمع الشرقي الصحي الآن في هذه اللحظة اليوم رقم 11 11 يوم لم يكن هناك أي رد نهائيا هو نوع أعتقد بأن تجاهل لم يتم الرد علينا هدفنا حينما نطرح هذا الملف هو خدمة الناس والمجتمع وليس إثارة أو سبق صحفي أن ننقل هذه المعاناة وبالتالي المسؤول من المفترض أن يرد أن يتفاعل في هذا الأمر أحمد بكل تأكيد وأنا أتمنى أن يكون هناك تجاوب سريع مع هذه الاستفسارات وإيجاد حل هذا المركز الصحي أشكرك كيدا محمد الحمادي مراسل الإخبارية من القطيف شكرا